لكن لما الهجرة؟ الهجرة كانت باب الفرج لهذا الدين باب الفرج لهذا النبي الميمون باب الفرج للثل المباركة من السابقين الأولين من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكانت سبيل النصر والتمكين لهذا الدين ولهذه الأمة ثم إنها لم تكن قدر فرد بل كانت سعي جماعة لم يهاجر النبي وحده وإنما هاجر المسلمون إلا من حبس عن الهجرة بمرض أو ضعف أو فتنة في محبسه ممن أثبته المشركون هاجروا رضوان الله عليهم رجالاً ونساءاً كباراً وصغاراً جزاهم الله عنها وعن هذا الدين وعن هذه الرسالة أعظم ما يجزي الصادقين ممن شهد لهم الله تبارك وتعالى بالصدق أولئك هم الصادقون أولئك هم إنه قصر إدعائي كما يقول علماء البيان إنه قصر إدعائي دعائي أولئك هم الصادقون كأنه يقول هم الصادقون من دون الناس إن بحثت عن الصدق متجسداً في بشر فهم المهاجرون فليحذر من يشنأ المهاجرين وليحذر من يتنقص المهاجرين وليحذر من يطعن في المهاجرين في أمة شهد لها الله من فوق سبع سماوات بأنهم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هل هاجروا إلى بلد أكثر خضر ورياً؟ إلى بلد أجمل وأريح مقيلة؟ أبداً إنما هاجروا إلى ماذا يا إخواني؟ هل هاجروا ليحوزوا الدنيا؟ ليكثروا ما بين يديهم من أملاك ومتاع وعرض العرض والأملاك والمتاع خلفهم خلّوا وراءهم تركوا أليس كذلك؟ تركوا بيوتهم تركوا عقاراتهم منهم من ترك الأهلين والولد من بعد ما ترك الدار والبلد لماذا؟ لأن الأهلين والولد لم يسلموا لم يسعدوه بالإيمان كما آمن وجعلهم الله عدواً لهؤلاء الصادقين إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وقد اتخذوهم أعداء في ذات الله لا إله إلا الله هذا معنى الهجرة أيها الإخوة لم يهاجروا إلى بلد أيها الإخوة لأنها بلد أحسن وأجمل وأروى أبداً وإنما هجرتهم كانت هجرة الروح حجرة إلى الله ورسوله تأمل في قول الله عز من قائل في سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لقد ذكر المولى الأجل لا إله إلا هو ذكر البداية وإنها لبداية موقعية بداية محسوسة بداية مكانية البيت البيت بجدرانه ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى أين أما الغاية فليست غاية مكانية حقيقة الهجرة أن الغاية فيها ليست غاية موقعية إنما غاية روحية مهاجراً إلى الله ورسوله لا إله إلا الله هو لم يهاجر إلى بلد لم يهاجر إلى حيز مكاني إلى تراب هاجر إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله فالغاية غاية روحية يا إخواني ليست غاية موقعية غاية مكانية إنها هجرة القلب قبل أن تكون هجرة الخطى والنقل القلب هو الذي هاجر القلب والنفس أيها الإخوة هي التي تغلبت على جواذب الطبيعة وقهر الضعف البشرية حين تخلت عما من شأن الناس أن يقاتلوا حتى الرمق الأخير من أجل استبقاء بعضه أعني المال والمتاع والعرض والدار والبلد يقاتل الناس كلنا ذلكم الرجل الذي يقاتل حتى الرمق الأخير من أجل أن لا يغلب على شيء من ماله أو على شيء من عقاره ومن ملكه وداره تركوا هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل ما هو أعظم منه؟ مما هو من جنسه؟ كلا من أجل ما هو أعظم منه بمراحل لا تدرك لا بقياس ولا بفهم ولكن ليس من جنسه من رضوان الله من قربانه من رضاه ومحبته لا إله إلا هو ومن يخرج إلى الله ورسوله موسيقى